بطار جوالاتها سياحية التي يقوم بها الاستكشاف الأماكن السياحية المميزة في الجزائر قام رحالة القطرية الشهير خالد الجابر بزيارة إلى ولاية بورجبور ريج وبالتحديد إلى بلدية جعفرة وقد أبدأ الجابر عجابه الكبير بجمالي المنطقة وتنوعها الطبيعي مبرزا سحرها السياحي وثقافي ميكروفون معاذ باريسة هذه الرحلة وهي رحلة مهمة جدا وهي رحلة مسار الهضاب والغرض منها الترويج لسياحة المغامرة والسياحة الجبلية وبشكل عام سياحة الحموية إذن متابعين الأكارم ومواصلة إلى هذا الموضوع فنستمع دائما إلى تصريحات الجابر فيما يتعلق بزيارة التي قادته إلى الجزائر وستكشاف كثير من الأوروبيين والناس في العالم يجهلوا أن الجزائر فيها غابات ثرية جدا ويجهلوا أن الجزائر فيها هضبة كبيرة أو هضاب عليا كبيرة تفصل ما بين الشمال وما بين الصحراء بل هي بوابة مجموعة من سلسلة من بوابات تدخلنا وتدخل العالمي في الشمال إلى الصحراء غرض من هذه الرحلة هو الترويج للسياحة المغامرة والسياحة الحموية والسياحة الفلاحية وكل أنواع أو أقطار السياحة المتواجدة في ولايات الهضابة